تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز في الفيسبوك طبعا في البداية اللي ما حضروش قصة الجمعة ومعرفوش القصة الطاقية مش لك جديد لا بدي أكون ريدنغتون ولا بدي أكون هايزنبرغ ولا بدي أكون حد تاني فكرة ببساطة زي ما بتعرفوا الأسبوع الماضي الحمد لله تعرضنا لواعك الصحية وبخلال هذه الواعك الصحية للأسف فقدت وعي واستيقظت كنت مطبوش بالبر الديت نتيجة الإصابة ما بدي أنتوا تشوفوني ضلها راسكم يعني عيونكم فوق مش علي فحطينا الطاقية بقدر قصة الغريبة اللي بلشت فيها أحكي عن حالي هناك قصة غريبة أخرى كانت عم بتصير مع كومن تسريبات أخبار كلنا بنعرف إنها من جوا نادي برشلونة بالتفاصيل بحالة الغضب زعلوا عشان فلان وزعلوا منه عشان عمل هيك بدنا نطرد كومن وفجأة بيطلع لابورتا قبل المبارة بيقول لك لا ثقة فيه مطلقة تسريبات كومن المرة الماضي حكى بصراحة إحنا عارف إنه مصدرها هو لابورتا أو مجلس إدارته الرجل ما بيخبي أجواء سيئة جدا أجواء ما بتصلح للعمل لو كان المدرب فلتت زمانه وإحنا كنا بنعرف إنه كومن مش فلتت زمانه فصعب جدا يبتمشي الأمور بهيك أجواء من عدم الثقة بين الإدارة والمدرب من حرب إعلامية على المدرب ومدرب أصلا مستوى على قده برشلونة دخل بأربعة اتنين ثلاثة واحد حط الشباب اللي طلعت أخبر سبحان الله بعد مباراة بنفكة إنه زعل لابورتا عشان هم ما بيلحبوش حط نيكو جونزالس ودفع بيقابي لعبين شباب كويسين بس هلك جاهزين ينحطوا في مباراة واحدة وهل جاهزين إنك تغير خطة الفريق لأربعة اتنين ثلاثة واحد تماما عشان هم وهذا اللي حصل في الشوط الأول شبنا ديون عم بيتحول لجنح عيما جابي علي يسار في الهجوم وكتينه كأنه عشرة حر وورا جونزالس مع بوسكيتش بالمقابل فكر سيميوني بأسرع تشكيل اللي ممكن يحطها على أرض الملعب حط لوريانت يمين كراس كوشمال ليمار أيضا في العمق مع ديباولو أمامه مسواريز وفليكس أمامه غريز من اللي مش متأقلم خليك احتياط سيميوني ما بيجامل ما بيجامل واحد يعتبر من نجوم النادي الأساسيين في حين في المقابل برشلونة بنعرف إنه واحدة مشاكله بالسنوات الأخيرة المجاملات دخل برشلونة وبصراحة باستراتيجية منطقية صحيحة اللي هي أنا جاي من خسارة مذلة مع بينفكا وأجواء سيئة والكل قاعد يعني بيحكي عني متت لازم أعطي مسج معنوي للخصم أهز فيها بالبداية إن أنا ما متت وفعليا العشر دقائق الأولى أو الربع ساعة الأولى برشلونة مسك الكرة لحد ستين بالمئة حاول يدخل الكرة من دقن جزاء أكثر من المرة يحاول يهدد أتلاتيكو ما صنع فرص لكن يحاول ويخلي الكرة معظم الوقت في نصف ملعب أتلاتيكو رسالة معنوية كانت مهمة جدا لكن في المقابل أتلاتيكو فريق كان هادئ ذهنيا ويبدو إنه سيميوني كان مجهز لعبته لهيك حالة لأنه المفروض يكون فيه ارتباك لما تدخل ضد فريق أنت متوقع نكونه ضعيف وتتفاجأ فيه إنه لا بيحاول يهجم عليك ترتد لكن اللي واضح إنه سيميوني مجهز لعبين لذلك كانوا هاديين مبسوطين بدون كرة مرتحين وكانوا عم بيستنوا هفوا الدفاع برشلونة حاولوا أكثر من مرة يختبروا الدفاع برشلونة بكرات سريعة ويسنوهم رح يغلطوا وعارفينهم رح يغلطوا لأنه عادتهم بالسنوات الأخيرة إنهم بيغلطوا وبنفس الوقت كانوا واضحين إنهم حفظين عيوب برشلونة الأولى والأساسية التزديدات شفنا أول تزديد خطير إجت من ليمارت وما من فلكس ليش؟ لأنهم بيعرفوا دفاع برشلونة بيرجع لورا بشكل مبالغ فيه لما تهجم عليه بيرجع كهير لورا فبيسمح لك تسدد شفناها مع بايرون شفناها مع بينفكر فقانوا عارفينهم حيرجعوا وخط وسط برشلونة ما بيدعموا ما بيغطي بالوقت المناسب فبتكون مرتاح تسددوا من ذلك إجت أول فلسطين خطيرات لأتلتكو اللي خلتنا نشوف أنه الدفاع مش هم بتحسن وريهان أتلتكو مدريد على أنه دفاع برشلونة دفاع غير مرن دفاع غير متعلم خلال اللقاء دفاع بيغلط خلال اللقاء جاء بسهولة تمريرة أولى بتروح بدون ضغط من خط الدفاع لمين؟ لفلكس اللي كان كل مطلوب منه بس يلف من جهة من جيزة ويمرر كرة وللويسواريز لويسواريز ثم للهيمار بتلت تمريرات للحظة تزديد ولا لاعب مضوط عليه فيهم حتى طريقة الدفاع على اللي بيسدد شوفوا الفرق بهدف سواريز وهدف لايمار وقارنوا الفرصة تاعة كوتينيو اللي ضاعت في الشوط الثاني شوفوا كيف مدافعة لتلتكو كان داخل على كوتينيو يا ياتل يا مكتول في حين دفاع برشلونة إما بيحاول يحمي الشباك أو بيكون يعني واجف فيك رفع عتب في فرق بالقتالية أمام الكرة نرجع للهدف فلكس عم بروح على اليمين ليش؟ لأنه منجزة عم بتقدم يضغط على كراسكو ففلكس لما يروح على اليمين كان عارف حيلحقه مين؟ أراوخه في لعبة متقصودة فخ منصوب لبرشلونة بذلك أراوخه بيلحق شو بصير؟ بصير فيه بس قلب دفاع واحد اللي هو بيك ومن هناك كرة كرتين بتضرب بيك أو العكس لو بيك اللي طلع على الجهة تانية بتضربه بنفس الاسلوب مرتين انضرب برشلونة بنفس الاسلوب كرة التاني والتالت هو اللي يراكد وبيهاجم المساحة عشان يسجل وبالمرات كلها برشلونة كان مش عم بتأقلم مش عم بتعلم شو بصير وكاد يتلقى التالت بنفس الطريقة لو لا انه مضت عخير لو لعب برشلونة اليوم بالشكل اللي كان يلعب فيه أو مقتنع فيه كومان بس مش مقتنع فيه لابورتا اللي هو ثلاثة خمسة اثنين كان مش هيواجه هذه المشكلة لأنه اليوم كانت هذه مشكلة رقابة رقابة حرفية لانه لما منجزة يطلع على كراسكو هذي من اكبر الاخطاء اللي ممكن ترتكبها انك تخليه ظهير انه هو اللي يراقب الوينج باك او الجنح الهجومي تاع الخصم في خطة فيها ثلاثة واحد اربعة اثنين زي اللي بلعب فيها ثلاثة كو لانه هيك حيطلع كتير بره منطقته اللي كان لازم يراقب اكتر دي يونج هناك دي يونج هو اللي يكون يتولي كراسكو منجزة يضل ورا لازم تتغير الادوار بالمراقبة لانك ما بتلعب بنفس الشكل عشان كثير هيك في انجلترا طلع مفهوم التماثل بتلعب ضدي ثلاثة اربعة ثلاثة حتلعب ضدك ثلاثة اربعة ثلاثة وقريح راسي كل لعب عندي حيراقب اللي عندك لانه اهم شي لما تلعب بشكل مختلف امامهم تكون موزع ادوار الرقابة صح برشلونة داخل اللقاء مش موزع ادوار الرقابة صح والدليل انه دائما كان عندي ينغدر وينغدر 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 سوء توزيع ادوار بتحمله المدرب بس العلم برشلونا بالشغل الاول كان عنده ايجابية واحدة خلينا نحس انه افضل صح هو كان عم بعرف يدور الكرة عم بدور الكرة كويس عم بدخلها منطقة اتلاتيكو عم بخلي الكرة الدور 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 مع استحوان لكن هذا التدوير كان نقصه شغلة مهمة جدا الافكار الهجومية اه في كرات عرضية بتصير في بعض التمريرات تحاولتهم منطقة جزاء بس ما في فكرة قادرة تضرب دفاع اتلاتيكو اللي كان يدافع بتسع لاعبين وخطين متقاربين من بعض ودلي انه فيش افكار انه سفر تسديدات في الشرط الاول وتقريبا من المباراة كلها كان في تسديدتين فقط معك الكرة بس انت مش عارف شو تعمل فيها انت اه بتعرف تدورها يمين يسار يسار يمين بس لما تقرب على ثورة الاخير بتقول انا هاي عملت اللي عليه اتلاتيكو دفاعيا كان ممتاز جدا كان دائما على الاطراف بضمن زيادة عادية ثلاثة عاثنين امام دست وروربات معادي باي ونفس الشي على اليسار بمنع من جزة ودست ياخدوا اي موقف واحد لواحد بالكرات الهوائية العرضية مرة او مرتين بس غلطوا دائما القارئين والعمق بسكر كالعادي مع اتلاتيكو مدري دفاعيا عمل اللي عليه هجوميا فليكس اليوم اكبر المستفدين اللي الناس دائما في حال تشكب فليكس انه مرة بيعطي مرة ما بيعطي بس اليوم بيم قداش انه هو لاعب ذكي جدا لما يشوف مساحة ممكن يؤذيك منها جدا لانه مش بس بوقف فيها بوقف فيها ويكون عنده خطة كيف يستفيد منها فليكس اليوم قدم نفسه فليكس اللي تحت ضغط جريزمن عم بيحاول يثبت نفسه اكتر واكتر لسيميوني الهدف الثاني لتلاتكو مدريد ورعنا قداش الدفاع برجع والوسط بيجي متأخر دائما فيه من برشلوني الفترة الاخيرة مشكلة كبيرة جدا في ارتداد الوسط الوسط البطيء مما يكون فيه ارتداد الوسط البطيء وبالمجمل باللقاء لما تشوف الحالة كلها لاخر دقيقة وعدم موجود القتالية الكافية انك تحاول تقاوم بترجع للحالة البدنية والمشكلة الكبيرة اللي بيعاني منها الفريق بدنيا وقبل فترة كان فيه اخبار انه اخوان لابورتا عم بيحاول طبعا هاي الامور لازم تكون تحت السلطة المدرب وانا بعجبنيش فكرة انه لابورتا عم بيحاول يعمل حاله بفهم كرة قدم كثير وبينسى ان هو رئيس نادي مش مدرب وهذا لازم يكون حاط لحاله حدود شوي عشان ما يخبص الدنيا اكتر مما هي مخبصة المفروض الان الفريق هذا فعلا لازمه قسم اعداد بدني او لازمه فريق اعداد بدني افضل لانه من السنة الاخيرة لفالبردي مع السنة اللي بعدها والان الفريق سيء بدنيا مقارنة بالاكبار عشان هيك هذا الفريق لما تكون دقيقة سبعين ونتيجة واحد واحد مع فرق صغيرة ما بيقدر يضغطهم بما فيه الكفاية لانه بيكونوا تقول اللاعب تقريبا تعبوا في الوقت اللي كان ينزل فيه روبيرتو طبعا شفنا فرق الدك الكبير بين اتلاتيكو وبرشلونا اللاعبين كبار عم بيستخدمهم اسماء خبرة ربيا لعب دولي انجليزي عم بيكون هو اول تبديل لانه سمينه ما كان عم بيخلي اشي يروح للصدفة نزلت ربيا ودى لوريانتي طلع ديباول ليش ودى لوريانتي للعمق لانه كان عم بيفكر بشغلتين اولا بده يزيد الطاقة في الوسط لانه ديباول مش دالك اللاعب البدني الدفاعي وبنفس الوقت كان متوقع انه برشلونا يحاول يسكر كتير الجهة اللي انضرب منها في الشرط الاول الجهة اليمنى بتاعت برشلونا فقال لك انا لو عملوا هيك هحاول انجلي اللعب الى اليسار وفعليا حاول اكثر من موقف يهدد باليسار لكن عقلية اتلاعتكم في الشرط الثاني كانت واضحة ايجا القول كويس ما ايجاش بش مهم المهم ما نتلقى هذا بالمقابل شوفنا برشلونا بيرجع لأربعة ثلاث ثلاث بيخلي قابي مع بوسكتش مع في يونغ وروبرتو بلعب جناح وكوتينيو في الهجوم بعدين بينزل باتي يعني ما بتقدر تلوم كثير بعض التغبتيرات والافكار اللي بحاول يعملها كومن بضل الاصابات بضل الجود المحدود اللي عنده بس بمجمل ادارة الفريق بدنيا بمجمل ادارة الفريق دفاعيا بمجمل ادارة الفريق ذهنيا انت مضطرة تلوم المدرم يحميدر هيك مباراة لازم كومن يندم عليها انه ليش انا سمحت لدي يونغ وديست يتقدم ومين جليني انا مطالب بالفوز اليوم اتلتك هو حامل اللقب اتلتك هو اللي على الورق مرتاح اكثر ومعندوش مشاكل سميوني عليه الضغط زي ما انا عليه الضغط سميوني بده الدوري ايضا فليش انا اعتبر نفسي وانا بلحب بملعبه اني انا مطالب بالفوز الزمن تغير شوي فلازم تحترم الوضع الحالي هذا الشيء الاول الشيء الثاني لك تدخل بدون ادوار الرقابة وتوزيحها وتصبر عليها مرة ومرتين وثلاثة لا بدك تندم يا كومن اليوم مش بس بدك تندم لانه رويز سواريز تتكلم معك وهميا في الملعب وذكرك بتليفونك اللي تردته وقالي اني احكي بقضية سواريز ربما بلاحظة خروج سواريز ما كان فيه مشكلة لازم نتفق على ذلك يعني انت دائما الاحلال والتبديل شيء طبيعي بكرة القدم الخطأ الاكبر صار انك ودت سواريز لخصب مباشر هذا الخطأ الاول الخطأ التاني انك ما عوضت سواريز يعني انت ما جبت رأس حربي كان المفروض بموسم الماضي يجي فيه ديباي ويلعب مع ميسي ربما تغير كل شيء الموسم الماضي لو كان بذلك الفريق ديباي مع ميسي بس فالمشكلة كانت مش دائما الخروج والبقاء والدخول هذا شيء كنت سنة كرة القدم انا اللي صاري الشرطة الثاني باعتمره نوع من الاستسلام شخصيا لانه برشانر عليهم شرطة ثاني ما كان معنى كثير يرجع بالنتيجة كان معنى اكثر ما تزيدش النتيجة الفريق كان عام حاول كرة كرتين طبعا هجمة كوتينيو هي مش هجمة جاه في عامل عمل فدائي وبطولي صنع الهجم لي واحده يعني مش فريق صنع غير ذلك كانوا يعني فيه نوع من الاستسلام هاد الحالة شفتها مع بايران هاد الحالة شفتها مع منفكة انه استر يلي بتستر ومشوا لمباراة شرطة ثاني ومنعمل حالنا بنحاول بس هن ما بنحاول او ما بنقدر هاد الحالة هي السيئة جدا هاد الحالة هي اللي لا يمكن الصبر عليها انا بتفهم انه برشلونة مو طالب بمرحلة انتقالية مؤلمة هاد لا نقاش فيه ممكن هاي المرحلة تكون موسم موسميا وممكن تكون تلات بس فيه فرق بين مرحلة انتقالية مؤلمة ومرحلة انتقالية موحرجة بالمختصر شفنا فريق هجوميا عنده بس فكر تدوير الكرة ما عنده اكثر من ذلك دفاعيا عنده مشاكل كبيرة بالارتداد ومشاكل كبيرة بالرقابة برشلونة ما قدم شيء اليوم لا دفاع ولا هجوم والمقبول فطبيعي يخسر. وطبيعي يسأل نفسه لابورتا ليش انا اكدت بقاء كومن هل المسألة بس مادية? اه التكلفة ممكن تكون اكبر. اذا الفرق هذا ما تحسن بدنيا. وده ما نسمح لكومن يشتغل بمرونة وتحرير دوما كل شوية تدخل في حدا. لانه تبدو تضل المدرب. بغض النظر مين مكان لازم تعطيه يشتغل. مش منطق تحط له لمستين ثلاثة من ايدك وتقول له يلا كمل الرسمة. ما بيزبط هيك. ما بيزبط في كرت القدم. اما بتخليه وتكون واثق فيه وتقول له اشتغل. او بتقول له الله معك. هيك هي كرت القدم. نوصل هون لنهاية هذه الحلقة. كنت موجود لنا محمد عوات. اتركونا لايك على الفيديو. وحكولي تعليقاتكم بوجهة نظركم في المباراة. واشتركوا بقناة سيفيس بوت على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله.